بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم نغفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبوا مما اكتسبوا وللنساء نصيبوا مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما هنا هنا اختيار موضوع مناسب للآيات اختيار موضوع مناسب للآيات عندنا ثلاثة خيارات واحد منها يكون هو الأنسب موضوعا وعنوانا لهذه الآية الخيار الأول الترغيب في اجتناب الكبائر ركزوا في الآيات تأملوا الخيار الثاني التحذير من الحسد الخيار الثالث فضل الله وسعة علمه ما الأنسب من هذه الخيارات الثلاثة الترغيب في اجتناب الكبائر التحذير من الحسد فضل الله وسعة علمه الأقرب هو الخيار هذا الخيار الأول التغيب في اجتناب الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بعد هذا عندنا فوائد وأحكام للآيات الشريفات من فوائدها الحث على اجتناب كبائر الذنوب لأثارها السيئة على الفرض والمجتمع كبائر الذنوب لها أثار سيئة والله عز وجل الله عز وجل نهى عباده وعنها قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فهذا هو ترغيب في تركها ظاهره ترغيب في تركها وهو ترغيب بمعنى النهي ترغيب بمعنى النهي يعني انتهوا عن فعل كبائر الذنوب اتركوا كبائر الذنوب كبائر الذنوب لها أثر سيئ حقيقة على الفرد كإنسان الذي يفعل الكبيرة ولها أثر على المجتمع سيء وثرها على المجتمع الفرد واضح لكن كيف يكون أثرها على المجتمع أثرها على المجتمع أن فعل لما يفعلها شخص ثم شخص آخر ثم ثالث ثم رابع ثم خامس ثم عاشر فإنها تتفشى في المجتمع تتفشى في المجتمع بفعل بعض الأفراد تظهر الكبار في المجتمع وظهور الكبار في المجتمع دليل خطر على هذا المجتمع وأنه قد أتى ما حرم الله عز وجل عليه من فوائد الآيات فضل الله على المؤمنين حيث يكفر عنهم الصغير إذا اجتنبوا الكبائر وهذا ظاهر من النصوص أن الصغير يكفره الله عز وجل بالطاعات الصلاة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه تكفر الصغير إذا اجتنبت الكبائر وهذا فضل من الله عز وجل الكبائر كفارتها كما هو معلوم هو التوبة منها والإغلاع عن فعيها من فوائد الآيات جاءت تسمية الذنوب سيئات لقبحها في نفسها الذنوب قبيحة في ذاتها وهي سيئات لأنها يسوء صاحبها أن ينسب إليها يقال فلان كذب أو فلان نمام أو فلان سارق أو فلان عاقل والدي فهذا ما فيه أحد يفرح بهذا ما فيه أحد يسره أن يقال أنه كذب أو أنه سارق حتى ولو كان يفعل هذه المعصية ما أحد يسره ويفرح بها أمام الناس فلذلك سميت سيئات لأن صاحبها يسوء أن ينسب إليها أو أن تنسب إليه أن يقال فلان كذب أو أن فلان من الكذبين ونحو ذلك فإن هذا يسوء الإنسان فلذلك سميت سيئات من فوائد الآيات بدل الأسباب الموصلة إلى الاكتساب فإن الاكتساب محمود ومأمور به شرعاً اكتساب المال الحلال محمود ومأمور به شرعاً وكذلك الوصول إلى أي شيء يريدها الإنسان في ما أحل الله عز وجل له في الدنيا من عمل أو دراسة أو تفوق في أي مجال لا يلام على هذا لكن لا بد أن يبدل الأسباب ويفعل الأسباب الموصلة إلى هذا إذا لم يفعل هذه الأسباب كما قال الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أن يكون الإنسان ينظر إلى ما عند الناس ويتمنى أن يحصل مثل ما حصلوا وهو لا يعمل فهذا غير صحيح وممنوع شرعاً لأن هذا يكون من الحسد من الحسد الذي هو مما حرمه الله عز وجل لكن أن يبدل الإنسان الأسباب الموصلة إلى ما يريد تحقق له مصالح الدنيا وكذلك الأسباب الموصلة إلى ما يحقق مصالح آخرتهم بطاعة الله عز وجل وفعل ما أمر الله عز وجل والانتهاء عمانها الله من فوائد الآيات قوله سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله فيه حث على الدعاء حث على الدعاء أن العبد يسأل الله عز وجل خير الدنيا والآخرة وهذا الأمر أمر الدعاء ينبغي لنا أجمعين طلاب وطالبات ونحو ذلك وكل مسلم أن لا نغفل عن هذا الدعاء أن لا نغفل عن فعله ومداومة عليه وتحريه وقات الإجابة واستجماع القلب في الدعاء وطلب ما نحتاج في أمر دنيانا من الله عز وجل والركون إليه في هذا وأيضا طلب مغفرة الله عز وجل والتعرض له وكل هذا داخل في قوله سبحانه وتعالى واسأل الله من فضله عندنا التقويم التقويم هنا من خلال دراستك سابقة من خلال ما درست أي أيام الأسبوع يرجى أن يجاب فيها الدعاء بالنسبة للأيام وليس الأوقات أوقات فيه أوقات أخرى لكن الأي أيام الأسبوع معلوم أن يوم الأسبوع الذي يرجى فيه الدعاء أو أكثر يرجى فيه إجابة الدعاء هو يوم الجمعة يوم الجمعة وهذا معلوم عند الكثيرين لكن لماذا كثير من الطلاب يعرف هذا وكذلك الطالبات لكن لماذا يرد هنا يرد هنا حتى نتجاوز مسألة الجانب المعرفي المعلومة المحفوظة إلى جانب السلوك يكون هذا اليوم يوم نتحرى فيه ندعو فيه ولو زمن يسير لو دقائق معدودة فمن زاد ففضل الله عز وجل واسع لكن ينبغي ينبغي لنا أن لا نترك أي يوم جمعة إلا وقد أو دعنا فيه شيء من الدعاء لله عز وجل وتعظيم الله والثناء عليه وحمده وعرض حاجتنا بين يده لأمر الدنيا والآخرة نعم بعد هذا عندنا الدرس الرابع الدرس الرابع من وحدة الخامسة الآية 36 من السورة سورة النساء وهي قول الله عز وجل وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إحسانا وبذي القربة واليتامة والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا من فوائد وأحكام الآية الشريفة الله سبحانه وتعالى بدأ الآية بحقه فقال سبحانه وَاعْبُدُوا اللَّهَ ثم جاء بعد ذكر بعد ذكر حقه عطف على حقه حقوق العباد حقوق العباد فهذا يفهم منه أن حقوق العباد أنها عظيمة وأنه يجب الوفاء بها كل بحسبه من الفوائد الإحسان إلى الوالدين وتعظيم حقهما حيث بدأ الله عز وجل بهما بعد حقه لما ذكر سبحانه وتعالى حقوق من كان من العباد بدأهم بحق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى قدمهم على جميع العباد لماذا؟ لأن الوالدين هما سبب وجود الإنسان في الحياة فلذلك كان حقهما مقدم على حقوق جميع العباد هما سبب وجود الإنسان في الحياة فلذا حقهما قدمه الله عز وجل على حقوق جميع العباد ولأنهما أشد رأفة ورحمة وعطفة وشفقة على الأبناء من غيرهم الوالدان أشدوا شفقة ورحمة وعطفة على الأبناء من غيرهم فلذا قدم الله عز وجل حقهم ولذا يجب على الأبناء أن يتنبهوا لهذا كثيرا من فوائد الآيات الإحسان إلى القرابة ووجوب صلة الرحمة الإحسان إلى الأقارب رجالا ونساء ووجوب صلة الرحم من فوائد الآيات الإحسان إلى اليتامة اليتيم في اللغة وفي الاصطلاح الشرع هو اليتيم هو الذي فقد مات أبوه وهو دون سن البلوغ سواء كان من الذكورة والإناث من مات أبوه وهو دون سن البلوغ فإنه يسمى يتيم وهذا له حق في الإسلام من الإحسان إليه ورفق به وحسن توجيهه وتعليمه ودلالة على الخير وكف الأذى عنه وإن كان كف الأذى متعين واجب في حق كل أحد لكن هؤلاء الأيتام كف الأذى عنهم متأكد أكثر من غيرهم لماذا؟ لأنهم ليس لهم من يحوطهم ويرعاهم أبوهم الذي يحوطهم ويرعاهم قد توفاه الله قد يكون لهم من غيره من أجداد أو أعمام ونحو ذلك لكن هنا كان الكلام على كما جاءت من النصوص على تأكيد على حقهم من الأقربين حفظ حقهم سواء من الأقربين أو الأبعدين من الأقربين أو الأبعدين من فوايد الآيات الإحسان إلى المساكين المسكين هو الذي عنده مال لكنه لا يكفي عنده مال لكنه لا يكفي فلذا وجب الإحسان إليه بحسب وجب الإحسان إليه بكل أوجه الإحسان لكن بالنسبة ما يتعلق بالنفقة فهو بحسب ما ينفق عليه ويحسن إليه من المال بحسب ما يكفي به سد حاجته به وكذلك الإحسان إلى الجار القريب الجار القريب الجار القريب يجب الإحسان إليه وحق الجار عظيم والجار القريب المسلم له ثلاثة حقوق جار قريب مسلم له ثلاثة حقوق حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار فإذا كان الجار غير قريب فإنه له حق الجوار وحق الإسلام الإحسان إلى الصاحب بالجنب الصاحب بالجنب من هو؟ من الصاحب بالجنب؟ يقول هو الرفيق الملازم للإنسان يعني مثل من؟ مثل زميلك في العمل يلجس بجانبك أو زميلك في الدراسة في فصلك أو زميلك الذي تذهب معه من سيارته دائما بصورة أو يذهب معك في سيارتك بصورة مستمرة دائما هذا الصاحب بالجنب الإحسان إليه بنصحه وتوجيهه والصدق معه وحفظ حقه في غيبته وكف الأذى عنه ويكون هذا متبادل بين الصاحبين كل صاحب هذا واجب عليه الصاحب الأول هذا واجب عليه لحق صاحب لحق صاحبه والثاني واجب عن نفس الواجبات لحق صاحبه يعني الحقوق بينهما متبادل هذا عليه حقوق وهذا عليه حقوق وهذا من سعة وشمول الشريعة الإسلامية ولله الحمد من ما جاء من فوائد الآية الإحسان للخدم ونحوهم من المستضعفين المساكين الخدم في الآية وما ملكت أيمانكم الموالي لكن لا يمنع حتى لو ما كان في مواليه الآن لا يمنع أن يكون فيه الإحسان إلى الضعفة والمساكين من العمال ونحوهم لا يجوز ذيتهم والتعدي عليهم ولا أخذ حقوقهم ولا يعني النكاية بهم لأي أمر لأنهم ضعفة مساكين لا يستطعون الحصول على حقوقهم كاملا فإذلك جاءت الوصية بهم والوصية بكل ضعيف أن الإنسان يتق الله عز وجل فيه ولا يتطاول عليه ولا يتجاوز عليه ولا يضمه شيئا من حقوقه عندنا التقويم التقويم في هذه الآيات التقويم هنا تعرف على الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم في الآية الشريفة الله عز وجل قال وعبدوا الله ولا تشتكوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم ذكر بعدهم أصناف من الناس تعرف على هؤلاء كيف تعرف عليهم؟ تعرف عليهم من خلال استعراض كل الآية استعرض الآية وتعرف على هؤلاء وعددهم ثمانية ثمانية أصناف من الناس أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم تعرف ارجع إلى الآية وتأملها وحدد هؤلاء الثمانية منهم وتعلم إذا حددت هؤلاء تعلم أن لهم حق عليك أيها الطالب وأيتها الطالبة لهم حقوق عليكم كما أوجبها الله عز وجل كل حال بحسبها هم ثمانية في هذه الآية ارجع إليهم وتعرف عليهم أنتم في مرحلة يعني تستطيعون أن تتأملون مثل هذه الآية وما فيها ويستفيد الإنسان من الطالب منكم والطالبة تستفيدون من تعلمكم السابق في سنوات السنية دراساتكم السابقة في المواد في الحديث والفقه والتفسير وما يكون أحيانا من بعض المواد التي درستموها نعم وعدها الخامسة الدرس الخامس تفسير الآيات من سورة النساء من أربعين إلى أثنين واربعين الآيات الكريمات من قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إلى قوله عز وجل يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا من معاني الكلمات هذه الآيات مثقال ذرة المراد وزن الذرة وهي النملة الصغيرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني ولو كان مثل هذه النملة مثقال ذرة يعني الشيء اليسير جدا لا يقع عند الله ظلما سبحانه وتعالى من فوائد الآيات بيان عدل الله مطلق مع الخلق كلمة المطلق معناها أنه العدل الذي لا يمكن أن يقع معه ظلم العدل لا يمكن أن يقع معه ظلم سبحانه وبحمده لا إله إلاه فيان فضل الله على المؤمن حيث ضاعف أجره على عمله الصالح ونماه له فالقليل عند الله يضاعف فيكون كثيرا وهذا تفضل من ربنا سبحانه وبحمده قبح الكفر وخطورة معصية النبي صلى الله عليه وسلم الكفر أعظم أعظم عمل أعظم عمل يكرهه الله عز وجل هو الكفر والشرك وما في معناهما الكفر والشرك وما في معناهما ما يخالف أصل الدين هذا أعظم عمل يكرهه الله عز وجل وهذا مخالف لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الهول عظيم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يصل بهم الحال أنهم يودون لو أنهم يكونوا تراب يسأل الله السلام والعافية التقويم هنا معنى التقويم في الآيات في الآيات ما يدل على أن فضل الله عظيم أن فضل الله عظيم نحتاج أن نعرف الدليل على هذا المعنى أن فضل الله عظيم الدليل على هذا هنا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أين التفضل من الله عز وجل في هذه الآية أين التفضل أبطال واضح في هذه الآية فيه ثلاث ألفاظ أو ثلاث دلالات على تفضل الله عز وجل في هذه الآية أن الله لا يظلم مثقال ذرة وهذا فضل منه سبحانه وتعالى أنه لا يظلم العباد تعالى الله وتقدس الفضل الثاني الأمر الثاني الذي يدل على عظيم فضله قوله وإن تك حسنة يضاعفها الحسنات عند الله مضاعفة وهذا فالتفضل منه سبحانه الأمر الثالث ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعطي عطاء عظيما لا يعلم عظمه إلا هو فهذه الثلاثة أمور تدل على عظيم فضل الله عز وجل فتأملها أيها الطالب أيها الطالبة تأملوا هذا الفضل من الله عز وجل هنا يقف الإنسان عند هذا ويدفعه معرفة فضل الله عز وجل في هذه الآية وفي نظائرها أن يزداد من العمل الذي يحبه الله ويقرب إليه فيزيد فضلا عند الله عز وجل معنا الآن الوحدة السادسة في تفسير آيات من سورة النساء الوحدة السادسة ما زلنا في سورة النساء الوحدة السادسة مضى معنا الكلام عن الوحدة الخامسة منها هداف الوحدة السادسة يوضح معناء الأمانة فيها معناء الأمانة وتأتينا الآيات التي تدل على معنى الأمانة أيضا يستشعر الطالب عظم هذه الأمانة أنها عظيمة أي كانت هذه الأمانة فهي عظيمة أيضا يذكر صورا للأمانة ومن هدافها يبين المراد بأولي الأمر يتبين الطالب ويبين المراد بأولي الأمر كما دلت عليه الآية أيضا يستنبط طاحكم طاعة أولي الأمر من الآية وهذا واضح وسيأتينا إن شاء الله أيضا حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله ما حكم التحاكم إلى غير ما أنزل الله هذا سيتضح للآيات القادمة إن شاء الله عز وجل الدرس الأول في الوحدة هنا الدرس الأول في الوحدة السادسة هو من الآية الآية الثمان وخمسين والآية تسع وخمسين الآية الثمان وخمسين والآية تسع وخمسين قال الله جل الله في علاه إن الله يأمركم أن تود الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل في هذه الآية من الفوائد الحث على أداء الأمانة ورعايتها وعدم التفريط فيها من الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وفيه شمول الأمانة لكل ما يؤتمن عليه المرء سواء كان ذلك بحق ربه أو في حق نفسه أو في حق غيره من الخلق فالإنسان مؤتمن على عبادته ومؤتمن في الحفاظ على نفسه وفق ما جاءت به الشريعة ومؤتمن على حفظ حقوق الناس الآخرين الذين يتعامل معهم حقوق مالية أو حقوق بدنية أو أيا كانت هذه الحقوق أو حقوق اعتبارية كلها الإنسان المسلم مأمور بالمحافظة عليها من فوائد الآيات وجوب العدل في الحكم وهو أساس الملك وأصل الحكم في الإسلام العدل أساس في الحكم من فوائد الآيات وجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي يلزم منه أن يفهم الإنسان النصوص ويفهم الأحكام الشرعية يعرف الأحكام الشرعية ويفهم النصوص ويتدبرها ويتعقل معناها وما لم يعلم من فهم النصوص فيرجع فيه إلى أهل العلم الذين أمر الإنسان أمر المسلم بالرجوع إلى ما عندهم وإلى علمهم وإلى فهمهم من فوائد الآيات وجوب طاعة أولي الأمر أولي الأمر هم العلماء والأمراء العلماء يبينون للناس الحكم الشرعي بدليله والأمراء يقيمون الناس على هذا الحكم الشرعي وعلى معالم الشريعة وجوب رعاية الأنظمة التي تحقق مصالح المسلمين وهذا ظاهر في الآيات أي نظام يحقق مصالح المسلمين فإن على المسلم أن يرعاه وأن يعتني به وأن يكون واحد ممن يعينون على تحقيق مصالح المسلمين في نفسه وفي من حوله من الناس الرد إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود الخلاف هذا من حقيقة الإيمان من مقتضاة الإيمان وشرط لصحة الإيمان إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر الرد إلى الله يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة نقيض الرد إلى الله الرد على الله الرد على الله يخالف معنى الرد إلى الله الرد إلى الله رجوع إلى الكتاب والسنة والتحاكم إليهما الرد على الله صلى الله عليه وسلم والعافية هو عدم قبول نصوص الكتاب والسنة التقويم في هذه الآيات في هذا المقطع من الآيات استخرج من الآيات ما يدل على وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الآيات دلالة على وجوب الطاعة لله ولرسوله هنا الآية الدالة على هذا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول النداء بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا بوصف الإيمان يدل على أن ما يأتي بعد ذلك أنه للوجوب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات العينية على المسلم عندنا الدرس الثاني في الوحدة السادسة الآيات من ستين إلى ثلاثة ستين من سورة النساء قال الله جل في علاه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى قوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا هنا أختيار الموضوع المناسب لهذه الآيات عندنا التحاكم للكتاب والسنة أو حال المنافقين عند نزول المصائب الجواب هو التحاكم وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة هذا الموضوع المختار لهذه الآيات عندنا فوائد من الآيات من فوائد هذه الآيات بيان أن الدعاء الإيمان الدعاء الإيمان لا يفيد إذا ناقضه العمل إذا ناقضه الفعل من يدعي الإيمان بلسانه لا بد أن يثبت أنه أن قوله يتفق مع فعله فإن كان الإيمان مجرد كلام يقال دون أن يكون له عمل فإن هذا الإيمان دعوة تحتاج إلى إثبات وإثبات الدعوة هذه هو العمل الصالح وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد الآيات وجوب التحاكم إلى شريعة الله ورد كل ما خالفها واعتقاد أن التشريح حق لله التحاكم يجب أن يكون إلى شريعة الإسلام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما خالفها كل أمر يخالف الشريعة فإنه مرفوض والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عاملا ليس عليه أمرنا فهو رد كل ما خالف وكل من خالف الشرع فهو غير مقبول هذا الرد بدلالة نصوص الكتاب والسنة من فوائد الآيات عدم التحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة يحكم الله حكم الله لا يخالف والأمر الشديد كان الخلاف يخالف حكم الله مقابل فعل حكم قانون وضع وضعه البشر أيضا عدم اليأس من توبة المنافقين بل ولا يقع اليأس من توبة أحد من الناس فإن القلوب نصبعين من صبع الله يقلبها كيف شاء سبحانه وبحمده لا ييأس المسلم من توبة أحد منافق أو كافر أو مشرك أو عاصي صاحب معاصي عظيمة وفي المقابل أيضا لا يؤمن على أحد لا يؤمن على أحد فتنة نسأل الله السلام والعافية الدرس الثالث من الوحدة السادسة الدرس الثالث من الوحدة السادسة معنا الآيتين 64 و65 من سورة النساء قال الله جل في علاه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الآية الآيات لها سبب نزول لها قصة وهي أنه اختلف رجل مع الزبير ابن العوام في أرض في مسير أرض فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فقال الرجل وكان رجل من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يا رسول الله أن كان ابن عمتك يعني أحكمت له هذا الحكم الذي بصالحه لأنه ابن عمتك وكان الزبير ابن صفية بنت عبد المطيب عمة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم قال اسقي يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك هنا الأمرين الحكمين مختلفين الأمر الأول حكم بينهما صلحا أصلح بينهما ثم لم يقبل هذا الكلام الرجل حكم بينهما قضاءا فقال حقك أن تستوعب حقك كامل يا زبير وكان قبل الأمر الحكم الأول صلى الله عليه وسلم صلح بينهما ثم قال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك فيما وقع بينه من الخصام هو الأنصاري فوائد الآيات من فوائد الآيات وجوب الطاعة التامة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه وحكمه وقضائه هذا وجوب الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان في حياته مباشرة أو في ما جاء في سنته بعد مفاته صلى الله عليه وسلم أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله فهو سبحان الذي فرضها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إثبات عصمة النبي صلى الله عليه وسلم بل والمرسلين أجمعين فيما يبلغون عن الله عز وجل فيما مسأة البلاغ أنهم يأتون بشيء من عند الله إذا أرسلهم الله بأمر من الأمور بحكم بين الناس ببلاغ للناس فإن هذا الأمر هم معصومون فيه لا يمكن أن يقع منهم فيها الخطأ أما أمور البشر فقد يرد الخطأ لأنه من البشر أما في مسأة البلاغ فلا مسأة البلاغ فالعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المرسلين عليه السلام كل ذنب يعتبر ظلما للنفس وتجب التوبة منه والاستغفار منه الندم كل من أخطأ كل من وقع منه خطأ فإنه قد ظلم نفسه ويجب عليه الاستغفار والتوبة والإنابه لله عز وجل التقويم لهذا المقطع في قول هنا تأمل أسلوب القسم في قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم حدد المقسم به والمقسم عليه حدد المقسم به والمقسم عليه الجواب متروك لكم تأمل أسلوب القسم بما المقسم به من المقسم به وما الأمر المقسم عليه فإن المقسم به لا بد أن يكون عظيما والأمر المقسم عليه لا بد أن يكون عظيما تستطيع أن تراجع الكتاب وتجد الجواب في الكتاب وأيضا حتى من دراستك السابقة مما مر عليك في دراستك السابقة قد تستنتج الجواب من الآيات شكرا الله لكم وبركة فيكم ووفقكم وسددكم بهذا ينتهي درسنا هذا وصلى الله وسلم وبركة على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته